بحي مولاي مصطفى أو ما يعرف بحي القرابة بولاية عينت موشانت تقام وعدة الديوان حيث يذبح من خلالها عجل في حلقة ووسط جموع من المتفرجين وعلى أنغام موسيقى الديوان والجمبري هذا الوعدة رانا ندلوها للف شابين له ونعرضو الناس نعرضو لزان بيتي رجو وهذا الوعدة يسموها الموعد ندلو فيها الطعام وهذا الموعد نقولو نسقصو على المقادم نسقصو على المعالم نسقصو على الشواش على الأعريفات إلا هما موتا ولا حيين هذا الناس كنقول لي ماتوا اللي كانوا معانا القبار وماتوا هك كانوا معانا وماتوا وهذا الوعدة ندلوها للف شابين له نطعموه وندلوه الثلاثيام نخدموه زوج محال في الزوج محال في الزوج محال ستة هذا المحال كنشغل بنيا دم يدخلو 15-15-12 يدخلو عادات سنوية ممزوجة بتقاليد قد تبدو غريبة لمشاهديها لكن يبقى لمن يحيي وعدة سن بلال وضيوف التظاهر تبريراتهم عادنا هذا التقاليد هذا الوعدات عام بكري ووقت جدودنا كل عام العام نديرو ننشلو الغرمول وندورو والناس نايمس لي الله وكما كنتوا تشوفوا قبيلات حارك تشوفوا الغرمول ها واندبحنا وهذا الغرمول يسترخوه كل شي ويقسموه كل الناس غالبراوية كل بلاد كل اللي جيئة كل منها بين غرابة بعض التقاليد وتأسيخ لبعض العادات يبقى هذا المهرجان بنظر الزوار والعابرين محطة للفرجة والاستمتاع